كنا نقول حق الجار يعني كنا نقول الجار قبل الدار ايه الله كنا نقول شنو الجار قبل الدار العين شي نقول قلك بحالك وانا بحالي الله يكفي لنا شغل سماء ايه والله انا الو سهلا مشاهدين وحبة الكرام اينما قدتم وجدتم حياكم الله معانا لبرنامج شسالفة شسالفة عموما مشاهدين الكرام يعني احنا هناك البعض من الحريم البعض قعد اقول من الحريم وهي ظاهرة موجودة عندنا بالدير نرجو المؤاخذة يعني حريمنا مش هذا موضوع بصراحة انا شفته يعني لازم اقولها بصراحة والبعض فيكم ما هو الكل انا اقول هناك عندنا البعض من الحريم وايد قواية على ريايينهم انا ما اقول ضعف الشخصية بالزوج لا والله بس الحرمة قوية على الريان وبشكل غير طبيعي بصراحة يعني مسيطرة سيطرة تامة على البيت وهذا الشيء بحذ ذاته انا يعني كوني كريال وحتى الريانينا كلهم وايضا قاعد تشوفوني ترى ما هو حلو حق الرجل امانة بل ما هو حلو ولا ولا حب انا اعتبره بل اعتبره انا حب السيطرة وتملك والأسف الريال هذا اللي تريه يعني انا ما بيعني يزعل علي بحيث انا يكون شخصيته ضعيفة حين حين وشخصيته غير برا البيت غير يا سبحان انا لبعض فيهم شخصيته داخل البيت برا البيت مثلا ضعيفة ولكن داخل البيت ها حن ضعيفة اغير يعني قطي اقول انا داخل البيت ضعيفة برا البيت قوية يمثل الحبيب او العكس اترك المسالفة انا انا دائما اعطي مقدمة وانزلك على سالفة مرة انا كنت مراجع احد الجهات الحكومية عندنا بالملك وصادف مكان الموظفين وزحمة كانت ومسؤول هناك طرع المسؤول حقه الموظفين وقال بيش خط فيه لا 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 الاختما altet ما يتحكب نفس المسؤول هذا الله اكبر اشترك ايو الله مسك تخليك نفسك ب учينتين عند انت quartz عرف شون اه وربا عن بعيد اقول اه خلنا نفوسكم حلوة حق المراجعين رحم الله عليكم مسؤولين وموظفين الله يرحم لكم مبارك عليكم في شر 기분 خلنا نفوسكم حلوة حق المراجعين ما أقول لكم البعض نفسك حلوة حتى لو أنت عليك لود ماءين وصائم ومواصل قلوا نسكم حلوة أنا ما شوط على الموضوع هذا بس مسيح حق المسؤولين وحق الموظفين في جهة الحكمية قلوا نسكم حلوة ما عليك تحمله وانت واجه يا جماعة والحكومة تعطيك راتب هذا لي كي تخدم المواطن تخدم منو يباي تخدم المواطن تخدمني انا وغيري هاي وظيفتك اخوبي يعطيك الف عافية يعطيك الف عافية حبيبي معلش لبعض لكم صراحة ما احب انا اجيش حق احد انا بخرجة اجيش حق مع المسؤول والله ما اتفعل باليوم كله واجوبة شديعات لو مضغوط يا اخي مو قد المكان ارحل الحبيبي اذا انت مو قد المكان ارحل لنا يدشون عليك اشكال وارناق وخوي وعامل الكل سواسية ما يحتاج انا انصحك او اقول لك الحبيب انت يعني على مصاير مسؤول حتى عضو التأسيسي ميجلس الامة مكلمة يرزق المكان هذا وانت قاعد تنفس بوين مراجعين شطينا وايد عن الموضوع هذا المسؤولي ما يتحاكل ويقاعد نشخص بالموضوع في المهم والله انا بغيت اجيش لها قف صراح اي وراء شفتها معصو بيقرع اي وراء ادخل ليلة يوم ثانية معود هذا ما يشو اليوم ما اجيش لها وصلتها مرة انا قاعدة توف انت الصدف يا سبحان الله مرة انا قاعدة تمشي احنا المجمعات التجارية عندها شفت المسؤول هذا اي وراء شدام سبحان الله وزوجتي داشة محل شفتها واقف انمحل برا وزوجتي داشة محل هذا المسؤول اللي صار عالموظفين ماسكة تشياس ملوت زوجتي وليهال برا وزين بينا وزوجتي كل شعب من المحل انا قاعدة بذبتة من بعيد وزوجتي من المحل المحل وهذا وراء تشياس تعالي يا صوي تعالي يا ابني وراء تشياس وابدا صم بكم اشياس 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 احيل فيك انت هناك يا اخوي اه اش فيك احيل هناك انت ماشاء الله بالوظيفة ما انت تتحاجة و انت تترك وانا بغيت نراجع خلف صراحة شياس ما هكذا تدار النمال اي ولا ما هكذا هلمو وزوجتي المتش المحل وهذا تناديم بصوت عالي مينك انت؟ اتعب سويبه يا سبحان الله الله انا ما اخذ منها الدور وقعي بطبقه هناك مينك انت اشتخرت عليك يالله يبليان منك يالله تعال اصب حكوك صاير حبوت هذا هذا مو خلوق اقول لا اه 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 يعني تري ياته اللهم مينك انت في هالدرجة الشخصيتك واصلي يللي المرة راكبتك يعني امانك انا ما هو نحن في حريم لحنا يعني انت بالدواب تراجان صاير لي وهي مع امرتك بالمجمعات صاير لي تكرم اتك مرة موجه صغير لماذا كذا يا أخي ليش؟ مازوتك الكثير وكيك يعني وchaftة خلاتي ضعيف شخصيه للأسد أمانة أنت في تحب السيطارة واتملك بالريال تميش بالريال تميشت مسكن و 으비 حاصل معتنا بس بالأخي ترى إن ينقرب عليك عكس والله العبي ما هو أم الكبر بعد ما يتحمل يتور والله هالا يصير خروف يصير اوو و ينقلب ديب الاماط ينقلب عليك ديب والله و يطلقش و يقطش بس كانت على حياتك كيدو راح ان شو لحريم باب منكم كيدو راح بيش شو فيكم اي والله يعني اجشكم على منواء ثاني هذا الحبيب اللي الحريمم مسيطرين علىهم أنا واحد قاعد بالدوانية مع ربع ودعك تلفونة قام وطلع برا ورجع قاعد بالدوانية وامدك تلفونة مرة قام وطلع برا ورجع مرة ثانية قاعد بالدوانية هو ملامح يقوم ما يتبين أن واحد قاعد ساعة ساعتين يتبين من ملامح إذا كان مندقر أو معصب أو زهقان أو مستانس مثلا ولو يمندقر هذا الحبيب مندقر كبير كل شخص لم يسمع تأمنة كلامة ليس لو كانت تذكت إن يتبين ونأخبت قاعد بالدوانية وإلى قاعد يتحدث فقاعد بالدوانية والدوانية وعندما أخب منها وإلى قاعد بالدوانية بعض الحالات فيهم يحط سبيكر يحط سبيكر يحط سبيكر يعني امانة يعني تساعات انتي تقولي لي يعني حطي سبيكر او الان طاليني يطلع يعني الان لأ صور لي صور لي انت وين قاع في بغور شا تقال تنزل روالي قاعد يقدم حلقة الآن ابي عليها ليش يعني اتملك هذا ما انا داعي تعالى ما احبت السوال فعلي انا يغتلني شي اسمه الوهان وينك هذه وينك هذه انا من اسمالي انا والله تغتل لي وينك اي لازمه صارت سواء توقف تزوج خاطب او مزمالك ليه تراثين اربعين سنة اخو خرشيد وينك اول شي صارت عادة بحلوج الحاري وينك انا فيك هالحجية ما اقول انها الثقة موجودة الحمدالله ما انا داعي تقولين وينك ليش ليش انا وقال له كم مره غاد قوليلي ترى وينك انا دايق لي هالكلمة هاد وينك هالحجي سبيكر انا بعرف انت وين قاعدت فيه بالضبط وما عمله يعني غيرانه على انتي ما كفاتم سيطرة عليك في ذلك وهم بعد فوق الغيرة بعد والله دادلوم دادلوم هذا ايه والله وبعض الحالات يعني امانه تمشادين الكرام تلقى الريال هذا يعني عنده مكان الدق عليه ان اسرائيل الدق مثل ما قلت وفتح فيديو لايف قلني ايشوفه قوابه قلموا حالي 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 هذي لأكو انواع منهم الامانة 24 ساعة في بعضهم البعض منهم يعني انا قولي واخدوني برا بيته يا عنده هلها ها يا عنده ربعها يا بالسوق يعني مو صوب الريال كلش ازين انتي اللي تريه ايش حقا ايه يعني انتي حقا قاعدت العوزين الريال ليش قاعدت ناشمينة بالامور هابي ليش قاعدت ناشمينة بهذا بالامور يعني وينك فيه وينك ومتقل فيديو وكول ومش عارف ايش يا جماعة يا كله انتي عباليش هذك عيشوف واحدة ثانية غيرش يعني وهذا ترى مو رادة انتي والله بس عارفتي تيلة بس قتفلت منها ها خلي ينفجر شو فيش يسوي فيش والله العادي مو يقضبت المقير الا اه يقضبت اطوة في البيت يقول شيرا طلعي براه قيدوا راح بش ببيوتكم يا جماعة بش والله حلم يكتكبرون انتوا بعض فيكم عارفكم يزل كلها بتطلعون براه البيت وبس يبه مصاريف مو بس مصاريف هذي جماعة يعني مو حلوة المرة يعني انا يشوف يعني انا بنظري يا جماعة ها هانا يعني اذا تبيت سوينا الحركات هالي هالبايقها مع ريليش هانا انا اقدر اقولي ترى حينيش مع الادايا الكلام سامحيني انا اقولك هالكلام هذا بس هان ريال قلت لك صرا هذا عبوت وقلت ترى حيني يوم يقوله بانسان ثاني والله وعش ينقرب عليك مو وعش قلت لك وانتي بعد بكيف وانتي بعد بكيفة ريلة وانتي ابدأتي بس معيب والله العبي معيب عموما مشاهدين الكرام احنا نسكر علينا الوقت نشوفكم ان شاء الله بحلقة اخرى من برنامج شي الصالفة وشكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة